أقول والدتي ذهبت إلى الحج إلى حج بيت الله الحرام إن أنها طافت الصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف الكعبة فما تقولون عن ذلك أجبوني وفقكم الله نقول إن كان هذا في الحج فالصحيح أنه لا بأس به كما لو نزلت يوم العيد فطافت لطواف الإصابة وسائل الحج فساعت قبل أن تطوف فإنه لا حرج عليها في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج وهو حديث جيد وصححه بعض أهل العلم وهو ظاهر من عموم قوله في الحديث الصحيح ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج والأول الذكر السعي من رواك أبي داود والثاني في الصحيح وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فافد لتقديمه على الطواف وفي هذه الحال إذا كان السعي فافدا فإن هذا الرجل يكون قد أدخل الحج على العمرة قبل إكماله ويكون قارنا أو أقصد بالرد يعني مرأة لأن والدتهم لا تكون قارنة وحين الذين يكون ونسكها تاما يكون ونسكها تاما ويرى بعض أهل العلم وهم قلة أن تقديم السعي على الطواف حتى في العمرة إذا كان عن جهل فإنه لا يضر فعلى كل حال والدتك حجها صحيح وعمرتها تامة سواء كانت متمتعة أم قارنة ولا شيء أعلم لكن كيف تنتقل من التمتع إلى القرآن رضا ما تحل مثلا بين لا يمنع ماذا من نسك باقهم لأن من خطائف الحج والعمرة أن النية لا تؤثر فيهما بمعنى أن إنسان لون والخروج ونسكه باقي ما يخرج من ذلك يعني لو تحلل نعم ورفض إحرامه وقد دقي عليه شيء منه فإنه لا ينفعها بالتحلل يعني أنه لا يخرج منه بالنية نعم وهذا من خطائف الحج وعلى هذا فإذا كانت تحللت على أنها أي أنرتها انقبت وهي لم تنقضي فأنرتها باقي نعم لكن أنا ينزمها شيء مثلا عن هذا التحلل يعني أنها جاهلة نعم